يا فندم أستاذ حمدان بس على حضرتها يا فندم أنا متزوج زوجة تانية بعد وفاة الزوجة الأولانية نعم فحصلت شوات مشاكل فطلقت طلقت عند المأزون طلقت عند المأزون والأسيمة طلعت طيب فجينا ردنا اليمين الأسيمة مكتوب فيها إيه الأسيمة هي بريانة من كل شيء يعني ده تراء على الإبراء طيب فحضرتك بالوقتي أنا بسأل أنا من اللحن عند المأزون ردينا أنا هردلكم على بالمكتب تجيبوا الشهادة الصحية ونكتب تاني على الأسيمة فاخد بالحضرتك هزاي بيردكم وانت أصلا متجوزة على الإبراء فلازم يبقى فيها عقد جديد ومهر جديد أيوة أيوة أنا دفعت المهر حضرتك طيب لازم أسألك وما ينفعش وانت بتسألني عايزك توسع صدرك بس أنا ما تحت أمر حضرتك طيب ماشي يا دكتور أنا تحت أمرك طيب يبقى أنت دلوقتي روحت طيب كان فيه طلعات قبل كده قبل الطلع قبل الطلع ده كان فيه طلعات قبل كده لا 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 ما فيه أي طلع ولا يعني دي أول مرة يكون فيه طلع وكان الطلع ده رسم أين نعم وكان الطلع على الإبراء فإنت فيه عقد جديد ومهر جديد طيب وبعدين الأل أل أل إيه بقى المأزون المأزون جبنا ولي الأمر اللي أبوها يعني أخوها أخوها أبوها متوفي طيب عقدنا بدون أسيمة لحين ما نجيب الشهادة الصحية فبقى عشرتها شهر ونص وجدت أعداد في بيتي وروحنا عندهم تاني قالت لا أنا مش راجعة تاني ليه يا بنت الحلال حصل إيه قالت لا أنا مش راجعة تاني أنت تعيش معايا هنا لأن هي مش شرقية فأنا رفضت أن أقعد معاها أنت زوجتي على سنة الله ورسول قالت لي إذبت أنا ثلاث شهور وهتدوز اللي على مزاج تاني آه يا ولدي الكلام ده لازم تجنى على دار الإفتة الكلام ده لازم أشوف الورق بعيني يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده لازم أشوف الورق بعيني ولازم هي كمان تيجي معاك أنتو الاتنين لأن الأمر ده قاضي اسمع بس اسمع بس أقولك حاجة لأن الأمر قد يضطرنا أن احنا نرتفع إلى القاضي نرتفع إلى القاضي ليه؟ لأن أنت بتدعي أن أنت تم العقد غير أنه للتوسيق ما تمش وبعدين طب هو السؤال طب ليه التوسيق ما تمش إذا ما كنتش إذا كان موقوف على الشعادة الصحية فليه التوسيق ما يتمش والزاج دي دعوة فعشان الدعوة اسمع بس عشان اللي أنت بتقوله ده بدل فيه تنازع وإحنا في الأعراض بنحطات احتياطا كاملا إحنا ما ننفعش إن إحنا نسمع من طرف واحد إنت دلوقتي بتقول لي كلام ما ينفعش إن أنا أتعامل معاه غير لما أسمع الطرفين مسألة سهلة حضرتك هتتفضل مشكورا لينا بالأوراق اللي معاك دي عشان نبص فيها بعينينا عشان إحنا بنفتي في المسألة لأن المسألة دي أصبحت مسألة تنازع إنت بتقول لي دلوقتي إن هي رفضة إن هي تزوجت منك وبتدعي وبتقول إن ما حصلش أصلا زواج وإنت بتقول لا ده الزواج تم وتم دفع المهر وتم ده كله كل دي دعاوة فالمسائل اللي زي دي لازم تسمع الطرفين ما ينفعش تسمع طرف واحد بدل فيه دعوة وخاصة دعاوة الأعراض ودعاوة ما يتعلق بالفروج هي من أهم الدعاوة التي يجب أن ينتبه إليها المفتي ويتحقق فيها